بسم الله الرحمن الرحيم معكم هاني حسين وإحنا الآن في الدرس السادس من دورة كليك بانك 2015 في هذا الدرس إذن رح يكون فيه جزئين فيديوهين إن شاء الله اللي بشوفنا على اليوتيوب أرجو أن يضغط على اللينك أسفل الفيديو علشان يشوف الفيديوهين في المدونة أفضل لإله بلاش يعني يدور على الفيديوهات في اليوتيوب طيب الجزء الأول حنتكلم عن الرودماب الطريقة اللي حنشتغل فيها الآن بشكل جدي من وين رح نحضر زوار إلى أين سيذهبون لماذا سيضغطون لماذا سنرباح كيف الأمور حتمشي كل هذا رح تكلم عن الآن نظريا هنا والفيديو الثاني نبدأ فعليا بعمل هاي الأمور طيب الآن في البداية كلنا منعرف اللي شاف الكورس من البداية أنه إحنا حنعتمد على ثلاث مصادر لإرسال الزوار هاي المصادر هي كوجل فيسبوك ويوتيوب هذه هي المصادر الثلاث اللي حنعتمد من خلالها إرسال الزوار إلينا تمام طيب الآن هذه الثلاث مصادر رح ترسل الزوار إلى أين رح ترسل الزوار طبعا إلى هذه الثلاث أماكن يا إما حترسل الزوار إلى مقالة ريفيو مقالة الريفيو هي مقالة تتحدث عن منتج واحد فقط وكل تركيزها عليه فقط هذا المنتج سلبياته إيجابياته كلام عنه إقناع الزائر بشراءه وهذه الأمور كلها مقالة عادية أرتيكل سأتحدث عنها أكثر إن شاء الله وهي مقالة يعني بيكون فيها موضوع معين يختص بمنتج معين تمام؟ هذا الموضوع يقنعك بشكل علمي على حسب اللي أنت طلبته برضو راح أتكلم فيها أكتر ما تخافوا وبنفس اللحظة تشجعك على الذهاب إلى المنتج اللي إحنا منسوق له تمام؟ المكان الثالث هو External Website موقع خارجي موقع ملوش دخل فينا موقع براني نعم موقع مش إلنا طب وكيف من نربح منه راح تعرفوا كل إشي موقع خارجي موقع كبير CNN جزيرة أي مكان أنتوا بدكم إياه موقع خارجي تمام؟ ما تستعجلوا كل هالأمور حنعملها عمليا إن شاء الله أوكي؟ طيب بعد ذلك أكيد في النهاية بدنا الزائر يوصل إلى عرض الأفليات اللي إحنا أصلا منسوق له ذا هو النهائي اللي إحنا بدنا إياه الزائر يوصل إلى عرض الأفليات بهذا التسلسل عشان يوصل مقتنع جاهز فقط ما عليه إلا الشراء لأنه بإمكانك أنت تحكي لي طب أوكي أنا بدل اللعبة هاي كلها فيسبوك إعلان مباشرة إلى الأفليات ماشي أوكي بس أنت لن تضمن نسبة تحويل عالية إلا بمرور على هذه الأمور وطبعا بتحدث عن أسلوبي أنا هنا يعني ما بحكي إنه إعلان الفيسبوك مش جيد لا جيد وبيجيب نتيجة لكن هذا هو أسلوبنا اللي إحنا ماشيين فيه بهذا الكورس تمام؟ طيب الآن بالنسبة للسطر الأول هي المصادر اللي من خلالها بدنا نرسل لترافيك جوجل فيسبوك يوتيوب بالنسبة لجوجل جوجل في عنا طريقتين الناس بدخلوا من خلالهم طريقتين يا إما دايريكت وتحدثنا إنه دايريكت معناها الشخص دخل جوجل وكتب مباشرة اسم المنتج شخص دخل وكتب كورس بيزنس الصفحة الواحدة هو بيدور علينا هو بيدور على المنتج تمام؟ فما علينا إلا إن بين له هذا المنتج وكلام عنه ونتحدث إيجابياته سلبياته جميل في كذا في كذا في كذا في كذا بس لأنه هو البحث عنه الانديريكت الشخص اللي دخل وبحث عن المنتج لكن بطريقة غير مباشرة كنفس المثال شخص دخل على جوجل وكتب كيف أربح من قائمتي البريدية بالضبط كأنه كتب كورس بيزن صفحة الواحدة لكن بطريقة غير مباشرة إن دايريكت تمام؟ بالنسبة للفيسبوك أكيد هنربح من فان بيج هنعمل فان بيج وهي اللي هترسلنا للترافيك إلى هاي الأماكن الثلاث اليوتيوب هنعمل فيديوهات طبعا لأنه يوتيوب إن وآوت الإن اللي هي زوار حييجوا من اليوتيوب مباشرة الآوت حييجوا من جوجل هنقوم بترتيب بعض الفيديوهات في جوجل وبالتالي للشخص هيفوت من جوجل هيكتب كلمة دايريكت أو إن دايريكت هيشوف الفيديو يوتيوب تبعنا هيدخل إلى المكان اللي إحنا بدنا بسيط جدا بسيط جدا طيب وفي النهاية انتبهوا معي الآن الشخص اللي دخل من جوجل وكتب كلمة دلالية مباشرة دايريكت هنوديه على ريفيو فقط يعني لازم الشخص اللي بكتب كلمة دايريكت انه يدخل على مقالة ريفيو بس ما نبعثه على أرتكل ما نبعثه على أكسرين الويب سايت ما نبعثه طبعا على الأفليات أفر مباشرة دايريكت ريفيو بعدين إن شاء الله هو يدخل على الأفليات أفر الان دايريكت هنبعثه على أرتكل لأنه ما طلب اسم المنتج فمن الخطأ نرسله على مقالة ريفيو لا هنرسله على مقالة مقالة تتحدث عما كتبه بشكل تسويقي للمنتج تبعنا اللي هو الوريفيو تمام؟ اللي طبعا مش فهم علي استنوا العملي تبعها إن شاء الله الفان بيج مش هنرسله على موقعنا أبدا هنرسله على أكسرين الويب سايت مش هنرسل الزوار من فيسبوك لموقعنا لا من فيسبوك لأكسرين الويب سايت هنحكي فيها أكتر اليوتيوب اللي هي هترسل لأكتر من مكان هنرسل لأكسرين الويب سايت وحنرسل للأفليات أفر مباشرة وحنرسل إلى مقالة ريفيو مش هنرسل زائر ده ودخلنا من اليوتيوب إلى أرتيك العادية أبدا لأنه مش محتاجين نحن ممكن نحط الفيديو جوه الأرتيك الأسان تمام؟ فمش محتاجين هذا الموضوع أبدا هاي هي الرودماب تبعتنا هذا اللي راح نعمله إن شاء الله عمليا في الكورس حتى يعني تعرفوا بالضبط اللي إحنا محتاجينه كان مهم جدا أضع هذا الفيديو الآن إحنا اللي محتاجينه هنعمل مقالات ريفيو لكن قبل ذلك لازم نجد كلمات Direct كلمات Indirect وهذا كله طبعا مفروض أنتو يعني بتبحثوا عنه اللي بيطبق معي طبعا ووجدتوا بعض الكلمات مثل ما فرجتكم بالضبط فلازم يكون في عنا Direct و Indirect بالنسبة للفيسبوك و اليوتيوب آخر عمليات هنعملهم يعني آخر شيء هنعمل هذول الاثنين المهم عنا الآن Google والكلمات Direct وال Indirect وكل عفوا كلمة هنا أو هنا إلها يا إما مقالة ريفيو يا إما مقالة أرتكيل عادية بالنسبة للأجزاء الإكسترنال ووبسايت وفيسبوك ويوتيوب في النهاية هيكون شغلهم لأنه هو الأساس الزوار من Google الأقوى هو هذا زائر Google هو الأقوى هو أكتر نسبة تحويل ممكن تربحنا فلوس ثم يأتي بعدي الفيسبوك أو اليوتيوب أوكي هاي الرود ما بتبعتنا إن شاء الله تكون واضحة أتمنى أنكم فاهمينها جدا شوفوا الجزء الثاني الآن وشوفوا كيف هنبدأ بعمل الأمور هاي اللي إحنا ما تهجينا حتى نقوم بهاي الرود كاملة شكرا لكم